اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامج قطار مصر قطار مصر هيقف في المحطة اللي تناسبك انا طبعا حابب في البداية ان انا يعني اشكر كل الناس اللي يعني بعتولنا رسائل كتير اللي كانوا بتطمنوا على صحتي وانا مش عارف يعني مشاعر الحب اللي انتو غمرتموني بيها ده انا مش قادر اعبر عن مدى ساعاتي بكل اللي انتو سواء كان اتصال او كان رسائل على صفحة الفيسبوك النهاردة فقراتنا محطاتنا مهمة جدا 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 ومعانا فقرات مهمة هنبتديها اولا بفقرة انا شخصيا بعتز بيها وبعتز بوجودها معايا اللي هي فقرة دوائي مصري دوائي مصري هي مبادرة بدأت في 2015 كان طبقا لتوجهات فخمط الرئيس بدعم كل ما هو مصري مبادرة دوائي مصري كانت فعلا خرجت للنور عشان تدعم كل ما هو مصري وتدعم الشركات المصرية اللي بتقدم فخر الصناعة المصرية لابناء المصريين يسعدني ويشرفني يكون معايا النهاردة الدكتور محمد صبحي مدير تسويق شركة اكستراميد وشركة اكستراميد من الشركات اللي انا لاحظت في الفترة الاخيرة ان هي فعلا حسة بالمصريين وحسة باحتياجات المصريين وفعلا كان املها ورؤيتها ان هم يقدموا منتجات فعلا تحت شعار دوائي مصري دكتور محمد اخبار حضرية كيفان دم الحمد لله تمام بالبداية احب باشكر حضرتك مرتين الحقيقة المرة الاولى للحفاوة بالترحيب ده اقل القليل يا دكتور محمد والله الشكر الثاني بجد على المبادرة الجميلة دية مبادرة دوائي مصري اللي فعلا بتثبت كل يوم ان عندنا شركات وعندنا مصانع مصرية تقدر تحافظ فعلا على صحة المصريين بنفس الكفاءة بتاعة اي شركة اجنبية ده حقيقة فعلا بس عايزين كده نركز على اكستراميد انا شايف منتجات فعلا تحافظ على المصريين وفعلا من اجل صحة المصريين كلمني عن الشركة وكلمني عن ليه تحديدا في هذا الوقت سبت كل حاجة وابتديتوا تشتغلوا على منتجات معينة الحقيقة في البداية احب اعرف حضرتك بشركة اكستراميد وطبعا والسادة المشاهدين شركة اكستراميد هي شركة مساهمة مصرية تم انشاءها في سنة 2015 من مجموعة من الصيادلة ورجال الاعمال الحقيقة اللي كان اجتمعوا على هجف واحد على تحقيق شركة كبيرة وكيان كبير يخدم القطاع الطبي وصحة المصريين بس انا بلاحظ ان انتوا وفقا لاحتياجات المصريين يعني انتوا الادوية عندكم ما شاء الله يعني انا شايف ان هي يعني او لو جينا نتكلم عن شريحة الادوية اللي انتوا بتنفزوها او بتشتغلوا عليها هي فعلا وفقا لاحتياج المصريين في الفترة اللي احنا فيها دي الحقيقة احنا عندنا رنج كبير جدا جدا من الادوية احنا قريدي عندنا حوالي 18 دواء في سوق الدواء المصري ما شاء الله غير حوالي 25 دواء تانيين في البيبلاين اه يعني اكيد اه في مراحل التسجيل في مراحل التسجيل المختلفة الحقيقة كمان بدأنا تصدير جزء من الانتاج بتاعنا لدول كتيرة هو ده دكتور محمد احنا مش بس ان احنا عايزين نوفي احتياجات السوق المصري لأ ده احنا عايزين نرفع شعار تحيا مصر وشعار فخر الصناعة المصرية وشعار اسم ميد ان ايجبت مش بس في مصر لأ ده احنا عايزينه كمان برا مصر الحقيقة الحمد لله المنتجات الشركة قبل ترواج كبير جدا في بعض الدول من ضمنها دول افريقية زي تنزانيا وزي المغرب من ضمنها دول خليج السعودية البحرين الامارات حراك عارف قد ايه الدول دي بتهتم بالكواليتي ممتاز جدا احنا انا حابب ان احنا نركز على المنتجات بس نطلع فاصل ونيجي تاني نكمل على المنتجات ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل ومع منتجات شركة اكستراميد ومع دكتور محمد صبحي مدير تسويق شركة اكستراميد نرجع تاني دكتورنا لمنتجاتنا وفي الفترة الحالية ايه خطة الشركة وايه اللي انتو عملتوه يعني وفقا لاحتياج السوق المصري في الوقت الحالي الحقيقة عندنا في قسم الابحاث في الشركة عملنا ابحاث كتيرة على احتياج سوق الدول المصري في الايام اللي فاتت حضرك طبعا لا يخف عليك موضوع الكورونا ورفع المناعة بشكل قوي جدا فده كان من اهم التوجيهات اللي كانت من خلال السيد رئيس مجلس الادارة دكتور رضا عبد السلام ابو امين الحقيقة بحقيه بصراحة على الرأي ده كمان القسم الماركتينج عندنا بدأ يعمل الرسيرشز المختلفة علشان نقدر يعني ننتج بعض المستحضرات اللي فعلا هترفع من المناعة بتاعة المصريين بشكل كبير جدا وقدمناها في صور مختلفة يمكن انا حابب بس يعني اوجه النظر لحتة يعني رفع المناعة على فكرة ده انا شايف ان هو يعني لايف ستايل او المفروض ان احنا من بعد مشكلة او فيروس كورونا خصونا في الوقت الحالي ان نبتدي كل بيت وكل اسرة تبتدي ان هي تشوف ايه الاغذية وايه الادوية اللي هي تقدر ان هي ترفع بها المناعة ونبتدي تبقى من روتيننا اليومين كلام حرك طبعا مضبوط الحقيقة من ضمن يعني مش عايز اقول مميزات اللي حصلت في الفيروس ولكن يعني ربنا يعدي الازمة دي من العالم كله على خير وان شاء الله نعدي بمصر بر الامان ولكن من ضمن الحاجات فعلا بدأ الوعي نفسه يزيد بشكل كبير جدا عند المصريين سواء التباعد الاجتماعي سواء بعض البروتوكولات اللي اعلنتها وزارة الصحة فلحايا فعلا كلام حرك مضبوط ان المناعة دي لازم ناخد بالنا منها بشكل كبير جدا سواء للاطفال او للكبار طب انا شايف منتجات يعني ما شاء الله انا معجب او بشكل المنتجات حتى حتى يمكن السادة المشاهدين برضو شايفين يعني انتوا ادوية وفي نفس الوقت بشكل جديد الحقيقة السكتور اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة هو سكتور المكملات الغذائية الحقيقة المكملات الغذائية بتقدم الديلي ريكوارمنت او الاحتياج اليومي بالنسبة للفيتامينات والمعادن في اليوم الواحد سواء للاطفال او للكبار الحقيقة الفيتامينات والمعادن هي اللي اثبتت ان المناعة بتلعب دور مهم جدا جدا في المناعة بشكل كبير الفترة اللي فاتت كمان احنا لأسف عندنا في مصر دايما عندنا مشكلة السوق التغذية ممكن دي بحي فيها سيد رئيس الجمهورية على المبادرة 100 مليون صحة اللي عملت في المدارس للكشف عن الأنيميا والتقز والحاجات دي بجد يعني حاجة قد ايه بسيادة الرئيس بيبايل لنا اهتمامه بصحة المصريين الحقيقة احنا بدأنا عملنا المستحضرات دي توانتجناها بكميات كبيرة جدا لسد حاجة السوق المصري سواء للاطفال او للكبار يمكن حريرك ملاحظة شكل الأشكال الدوائية اه يعني لو خلينا لو خلينا لو اتكلمنا على المنتج الجيري فيت هو عبارة عن مالتي فيتامين جيري جيري فيت بالضبط احنا دايما حتى الاسم احنا مختارينه على يعني حاجة محببة جدا جدا بالنسبة للاطفال اه هو في شكل حلوى الجيلي حلوى الجيلي اه بالضبط كده حلوى الجيلي القطع الوحدة من الجيري فيت فيها مية في المية من الاحتياج اليومي بالنسبة للاطفال من كل الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها في اليوم بس انا استاذ الحكي انا انا اسف للمقاطعة بس ده صعب قوي ان انت تعمل الكلام ده يعني اكيد خد حلونا اقول لحضرتك احنا علشان ننتج الجيري فيت قعدنا ابحاث في الشركة حوالي سنتين علشان نوصل للفورمة دي لان انت تحط الاحتياج اليومي في قطع الوحدة بالضبط ما كانش سهل جدا لا وانه هو يبقى جوه الجيلي ده برضو اصعب بالضبط حضرتك طبعا يعني فاهم النقطة التصناعية دي بشكل كويس جدا لعلم حراك ان القطعة الجيلي دي حساسة جدا جدا للبي اتش اكيد للبي اتش اللي هو معامل الحموضة والقلوية بالنسبة للقطع دي علشان كده بدأنا عملنا الاححاس بتاعتها لحد ما طلعنا بالشكل ده كمان هي القطعة دي جيلاتين فري مفهاج جيلاتين خالص بالضبط كده حفاظا على الصحة العامة المادة اللي بتديها الشكل دوت هي مادة البكتين يمكن البكتين امن جدا جدا يعني حضرتك بتدي الشكل المحبب للاطفال في الصورة النفعة في الصورة النفعة من الصورة الضرر يعني لو فيه بدهابت او عادات سيئة لبعض الاطفال ان هم بيعتمدوا على الجيلي او الجيلاتين اللي هو ممكن يكون مضر لصحتهم لأ ده احنا بنتديهم كل احتياجهم اليومي في حاجة مفيدة جدا بالضبط كده كمان الطفل هياخد قطعة واحدة بس الحقيقة الامهات يعني اكتر شكوى بتيجي من الامهات لده كترة الاطفال ويمكن ده في السيرفي اللي حصل من قسم الابحاث عندنا هي حاجتين يا اما الطفل ما بيأكلش او مناعته ضعيفة يمكن الفترة دي فعلا الحل بتاع الجيريفي تقدم الحل ده المناعة ضعيفة المناعة ضعيفة وفقدان الشهية الحقيقة هو افكتف جدا جدا قوي جدا لرفع المناعة حاجة تانية كمان بيزود الشهية بتاعة انا بيخطر في بالي دلوقتي انا خايف ان من جمال الشكل ان الطفل يعني يزيد في استخدام المنتج لانه يعني هو قريب قوي من المنتجات المحببة للأطفال بالضبط كده يمكن المشكلة القديمة ان احنا الام والاب كانوا بيجروا ورا الطفل بالمعلقة بتاعة الدواء علشان ياخدها العكس اللي بحصل فكتير جدا جات لنا استفسارات عن هل لو الطفل خد قطعة او اتنين او تلاتة في اليوم هل فيها مشكلة بتسبب ازمة الحقيقة الاجابة لا يعني احنا عندنا السيفتي مارجن بتاعة الدواء ده عالي جدا مش عايز اقول له حداك يعني لو الطفل اخد يعني اكل العلبة كلها مش هيحصل له مبعفات لان معظم الحاجات اللي فيها الحاجات ناتشرال والفيتامينز والمينرالز اللي فيها السيفتي مارجن بتاعها عالي جدا يعني معامل الحماية ان الطفل يدخل في توكسيستي او يدخل في تسمم ده مش موجود تماما حتى لو خد العلبة كلها يعني اقول لحضراتك نظريا علشان يحصل له تسمم مثلا هو التسمم ببقى عبارة عن شوية اسهال وشوية مغس وشوية ترجية لانها كلها فيتامينز طيب انا عايز استأذن حضراتك في حاجة مهمة جدا لان الجيري بيت مهم لكل المصريين في البيت المصري لان دي مشكلة كبيرة تماما هستأذن حضراتك ان احنا عشان وقتنا ابتدى ينقطع هناخد صفحة الفيسبوك للشركة هنحطها على الاستاذ المشاهدين عندنا على صفحة البرنامج وهنحاول ان احنا نجمع بعض الاراء عن المنتجات دي تماما وهتواصل مع حضرتك ونشوف نقدر نقدم ايه في الفترة الجاية لسوق مصر او للسوق المصري ساعدت بحلال جدا ان شاء الله ان شكرا جدا محمد صبحي مدير تسويق شركة اكستراميد وكل التحية والتقدير لشركة اكستراميد احد الشركات المصرية التي تعمل في مجال الدواء هنطلع فاصل ونرجع لك تاني ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا ومحطة مهمة جدا النهاردة طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنسلط الضوء على كل النمازج المشرفة النهاردة معانا نموذج فريد من نوعه نموذج فريد من السيادلة الشباب اللي هم لما لقوا مصر في وقت الازمة محتاجة لوجودهم ومحتاجة ان هم يضحوا بحياتهم عشان يبقوا مع اخوتهم السيادلة اصروا ان هم يوجهوا رسالة لمصر كلها ان احنا بنقدم حياتنا عشان فدى مصر وعشان ان احنا نقوم بالدور اللي علينا تجاه هذا الوطن سعيد جدا ان انا يكون معايا النهاردة معالي الاستاذ الدكتور مكرم ردوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب اللي منورني النهاردة اهلا بك يا دكتور مكرم اهلا بحضراتك اهلا بسيادة يسعدني برضو ان يكون معايا النهاردة دكتور ياسر البيالي المتحدث باسم دفعة صيادلة 2018 دفعة البطولة اهلا صيادة طبعا شرفني برضو ان يكون معايا دكتور احمد زهير الشاب الجميل ممثل لشباب صيادلة 2018 اهلا شباب اهلا صيادة هبتدي بالدكتور مكرم تمام وعايزين نركز معالي الدكتور على الدور الكبير قوي 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 الوزارة الصحة بتبزوله دلوقتي تجاه هذه الازمة طبعا الازمة اللي احنا فيها وهي جائحة جروع جائحة كورونا اللي تبتكتازي العالم كله اعتقد ان ابطالها هم ابطال الجيش الابيض الله اخوانا من رؤاتكم الطبية كلها هم اللي بيشخصوا هم اللي بيعالجوا هم اللي بتعرضوا للخطر هم المتحملين المسئولية ومستنين شكر من اي حد جازاهم عند ربنا واحنا كلنا كشعب مصري كقيادة وكشعب بنقول لهم شكرا 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 ربنا يعانكم ربنا يحفظكم ودمتم سالمين احنا طبعا ما نقدرش نوفيهم حقهم دكتور مكرم بس احنا يعني كل واحد مننا وكل واحد في مكانه حضرتك وكل لما بنشوف بطولات هؤلاء الابطال بنبقى نفسنا نكون مكانهم هنتقل للدكتور ياسر البيل المتحدث باسم دفعة سيدالة 2018 شفت المشهد ازاي دكتور ياسر مشهد تكليف 2018 مشهد سيء للغاية يعني في وسط ينظهر مدى سوقه في الازمة الحالية كمان الفترة دي يعني هو حط نموذج محترم جدا نموذج شباب واعي نموذج شباب واقف بنفسه بيضحي بنفسه في الصيدليات المجتمعية بيقوم بدور طوعية حتى لو مش دور تضحية هو دور طوعوي بحت قصاد مشهد تاني ان فيه تجاهل تام وفيه عدم مصارحة احنا ممكن نقول ان يعني مش عايزين نقول تجاهل بالمرة يا فندم بعد اذنك يا دكتور حلمي ان انا بحط مشهدين قصاد بعض يصبحوا واضحين امام الكل انا بتكلم بكل موضوعية شباب واقف اتخرج من كليته بقالهم سنتين بيقدوا دورهم على اكمل وجه فيه منهم كتير بيطور من نفسه وبيكمل دراسة وفي المقابل فيه عدم مصارحة المستقبل الشباب دي وده ظهر في الازمة الحالية بشكل واضح جدا 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 انا مش عايز النظرة تبقى يعني سودوية ولكن انا حابب ان احنا نركز على الجزء الايجابي دكتور احمد انت شايف المشهد ازاي والله يا فندم هو النسيج الطبي متكتف مع بعضين كطباء كتمريد كصيرات لكلنا منكمل بعضين فاحنا كمجال طبي منكمل بعد ستيب باي ستيب فالتركيز اللي هو اللي موجود حاليا لطباء بيقوموا بدورهم كمان برضو السيادلة بيقوموا بدورهم بس احنا ما طلبناش ان احنا شكرا لأي حاجة كمازكت ان الحاجة احنا دي من احتسبها على وجه الله سبحانه وتعالى سواء فيه الناس بتصاحنا من النوم بتلوية عشان خاطر تتطمن على اهلها انا عارف ان فيه حالات ممكن تكون في البيت وانتوا بتتابعوها ده فيعلينا دكتور انا حرفيا فيه يوميا اي حد فاحنا بنتكلم في نقطة ان احنا محتاجين ان احنا نبقى موجودين مع اخواتنا مع اخواتنا الاطباء اللي هم محتاجين في الوقت ده لكن دكتور ياسر كان حتى عبر حسابه الشخصي كان دايما بينعي كتير من السادة السيادلة زملائنا اللي توفوا وضحوا بحياتهم مقابل ان هم يقوموا بالدور اللي عليه انت شايف يا دكتور ياسر نقدر نوجه هذه الطاقة الهائلة من 14 الف تقريبا يعني لو تصحح لي الرقم 14 رقم تقريبا 14 الف مصبور 14 الف صيدلي 14 الف صيدلي وقفين على قلب رجل واحد عايزين بس يعني ايه اشارة البد ان احنا هنحارب هم بالفعل بيحاربوا هم بالفعل اتخرجوا ومن قبل ما يعني انا انا كياسر البيالي انا بشتغل وانا في تانية كلية ممكن بنحسب سنوات تخرج بنحسب سنوات الخبرة والعمل الفعلي بعد التخرج بانا سنتين كلنا بلا استثناء بنحارب احنا مش مستنين اقول ان احنا بنحارب او بنقدي دورنا احنا قدمنا مبادرات على مدار السنتين كانت كفيلة لو فيه اي جهة بتنظر لنا كانت قالت الشباب دول فئة السيادلة شباب الخارجين شباب السيادلة كلية القمة يوصل حالهم لكده دي مش مسئولية اي واحد فينا وانا عند موقفي تماما احنا بدأنا حربنا من زمان وبنقدي دورنا ومش مستنين ان احنا يعني ندخل للمنظومة الصحية انا عايز اشرك معالي استاذ الدكتور مكرم رضوان في في هذه المحادثة الشيقة ان احنا ازاي دكتور مكرم نبتدي ان احنا نشوف طاقة الشباب ده على فكرة الشباب يعني على حسب ما انا اه عرفت من طبعا السنتين دول يا دكتور ياسر الناس انتو ما معاتوش لا خلاص لا ابدو انا شايف ان كم تقريبا حصلوا على دبلومات كام ابتدوا ان هما يطوروا من نفسهم ابتدوا ان هما اه ياخدوا كرسات قوية جدا في السيدالة الكلينكية في يعني انا عايزك تعلق على الموقف ده او طيب انا اعملت حصائية فعلا حاولت اتواصل مع زمالي دفعي 18 تحديدا اه لقيت ان العدد تجاوز الى 4000 اه صيدالي من الخارجين بس حصلين على ماجستير ودبلومات مهنية وكرسات ودورات يعني ما شاء الله في مجالات اه علم السموم والتحليل الطبية وال والصيدالة الكلينكية والمكافحة العدوى الجودة والتغذية الكواليتي كنترول وكواليتي ايشورنس ابحاث علمية عدد كميل كبير مجالات مهمة جدا استاذنا الدكتور مكرم ردوان حضرتك شايف ان الطاقة الهائلة اللي موجودة في 14000 صيدالي عايزين يضحوا بحياتهم عايزين يضحوا بحياتهم عشان يبقوا وسط إخواتهم المكلفين على فكرة حضرتك تعلم جيدا ان الطاقم الطبي كله نسيج واحد اكيد طبعا انا هستأذم عليك ونستكمل الكلام بس معانا مداخلة معالي المهندسة معالي المهندسة ماي عوض مجلس النواب اهلا اهلا مسيادتك اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور اخبار ح بحيح حضرتك جدا جدا على الدور الإيجابي بشمهندسة في دعم الصيادلة وهم يمكن يبقى برا الكرير الخاص بالمهندسين ربنا يخليك يا دكتور وده واجب علينا يعني احنا واجب علينا ان احنا نشوف شباب يعني مجتهدين واوضين يعملوا حاجة لبلدهم اعتقد ان اي حد في الدنيا هيبقى يعني بيساعد وهيبقى عايز يشوف هم محتاجين ايه علشان يساعدهم ويوفرهم طيب احنا كماجلس نواب كماجلس نواب واحنا معانا معالي الاستاذ الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب نقدر ان احنا نوجه هذه الطاقة باش مهندسة ازاي اقولك يا دكتور يمكن تعالتحياتي الاول معي ناب مكرم رضوان عليها باش مهندسة طبعا لجنة الصحة للمجهود الهيل اللي بيقوموا ليه في ملفات الصحة وطبعا اهتمامهم بالبالغ يمكن نجنة الصحة كان لها اكتر من لقاء بوزير الصحة ومتقولين وزارة الصحة فيما يخص ملف الصياطلة دفعة 2018 اعتقد ان احنا يعني مع اقرار الموازنة الجديدة للدولة ومع بيادة موازنة وزارة الصحة لمجهة تدعيات بيروس كورونا اعتقد ان احنا دلوقتي انا الاوان ان احنا نشوف تكليف لصياطلة 2018 احنا بنتكلم على عدد لا يستهم به من خريجي كلية الصياطلة احنا في امثل حاجة لتواجدهم ولانهم يكونوا فاعلين وهم هم فعليا بيحاولوا بشكل او باخر يكونوا موجودين داخل هذه المنظومة اعتقد ان من خلال مجلس النواب ومن خلال لجنة الصحة ومن خلال النواب المهتمين بمناسب الصحة في مصر ومهتمين بدعم الكوادر الشبابية ديت احنا مش اول مرة ولن تكون المرة الاخيرة يا بشمو اندسة انا عايز حضرتك خبر حصري حضرتك بتقدميه مع استاذنا الدكتور مكرم ردوان ندي بشرة لل14 الف صيدالي يعني خلينا نقول ان يعني بشكل او باخر ان شاء الله احنا في خلال يعني الايام القليلة اللي جاية حيكون في بشرة صار لصغيرة 2018 الملفة الوقت موجود على مكتب معالي رئيس مجلس الوزرة تم زيادة موزنة وزارة الصحة ومن ضمن هذه زيادة زيادة في الاجور في باب الاجور واعتقد ان هيكون جزء منها من نصيف صغيرة 2018 طيب ده خبر كواس جدا جدا وهستأذن حضرتك ان ان شاء الله بعد ثبوت هذا الخبر هستأذن حيك تشرفينا في برنامج قطار مصر مع معالي الأستاذ الدكتور مكرم رضوان ونبشر كل الشباب بورق ومستندات فعلية ان فعلا تم التكليف وعايزين نشوف بقى الانجاز والإبداع اللي انتو هتقدموه شاكر ليك جدا بش مهندسة وشاكر لدعمك كواحد من الصيادلة ان شاء الله يا فنم ربنا يخليك وكل الدعم ليك وللصيادنا كلهم ان شاء الله يا فندي متشكل لحيك جدا شكرا 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 فندي دكتور ملغالي انا عايز اتطمن بس الشباب ان الدولة مش متخلية عن دعم خالص ولا عمرها تخليت عن حد ولا عمرها تتخلي عن نوم احنا عارفين يعني ايه كلمة الصيدلي احنا عارفين ان دور طلبة اصلا ممتازين الدراسة بتاعتهم على اعلى مستوى الصيدلي المصري لو شهر على مستوى العالم كله لكن اد الدولة فرصة ان هي تختار الاماكن التي تناسبكم الاماكن التي تقدر علمكم وتقدر قيمتكم احنا مش ماقول احنا هنفكر احنا نكلف وحدات صحية والاخر اعتقد ان هيئة الدواء اللي احنا وفقنا عليها في مشروع قانون هيئة الدواء وطبع نتطور الشراء الموحد دي حاجات عبقرية اتعملت في السنتين اللي فاتوا وكان الهدف منها هو دعم صناعة الدواء ودعم الصيدلي انتوا عارفين ان المشكلة حصلت من زمان يمكن انا ومعنا الدكتور اتكلمنا فيه من 2016 في ملات في دواء مصري من 2016 وانا كرمت في اول يوم لي حلفتي اليمين في الدورة دي فجئت مني بدعوة من نقابة الصيدلة وكان الدكتور محيا اللي نسيب الخير اداني دار وكرمني وانا قلت كلمتي في اليوم دي في 2016 بعد اسبوع واحد من دخلنا المجلس قلت احنا عندنا سبعين الف طالب في كليات الصيدلة سواء العامة والخاص ودول كنز لازم نستثمرهم لازم نعمل لهم حساب من الوقت يرد علي الدكتور محي وقال ده اربعة وسبعين الف مش سبعين الف انا فاكر في 2016 بدعنا بعد كده احنا كل يوم نقول صناعة الدواء عودة الدواء المصري اللي قيمته الاعتماد على الدواء المصري دعم الاستثمار في قطاع الدواء دعم شركات اجنبية تيجي وتفتح استثمارتها عودة المصانع اللي ممتوقفها عودة قطاع الاعمال ان هو يشتغل تاني كل ده كان عشان اولادنا وابنائنا الصيدلة زاد المشكلة كمان اللي احنا طبعا الصيدلة توفق لهم ان هم يتوظفوا في الحكومة ويفتحوا صيدليات ويفتحوا صيدلية واتنين وزاد كمان موضوع السلاسل اللي ظهرت دي كلها مشاكل اثرت على وضع الصيدلة في مصر احنا في 2018 دفعتكم ان شاء الله انا نتمنى ان هي تتكلف لكن احنا دي المشكلة اللي احنا في الوقت عرض لمشاكل عديدة لازم احنا نحلها عشان ما نتعرضش اللي بعد كده نفس المشكلة دي طب انا اتمنى انا اتمنى مثلا ان انتو تكلفوا في المصانع حتى المصانع اللي هي وطنية وطنية احنا لم نعترض على تكلفنا في أي مكان بل لم نعترض اصلا على زهور يعني ايه 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 انا مقدر هذا وعارف عشان بقول لكم كده ان الحكومة متبطأ شوية مش عشان هي مش عارف اقيمتكم متجاهلاكم بالعكس هي بتبحث عن حلول حقيقية استفاد من القوة الجميلة من الشباب الحلوى بتاعكم ده المتعلم الواعي المتحمس هي دي الفكرة بس لكن انتو في العين انتو في القلب انا هستأذن حضرتك لان احنا باقي معانا تقريبا دقيقة فأنا عايز حضرتك أنا مش محتاج إن أنا أخذ من حضرتك وعد إن إحنا نستكمل هذا الموضوع ومش محتاج إن أنا أخذ من حضرتك وعد إن حضرتك تتبنى هؤلاء الشباب بس أنا عايز أنا عايز دلوقتي نوجه رسالة للـ 14 ألف صيدالي سواء دفعة 2018 اللي معنا ممثلينها أو دفعة 2019 اللي هي متخوفة حالياً 2018 إحنا إن شاء الله بقوله 2018 الموضوع بتاعك وفيد أمينة ما هو الآن قدام دولة رئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله إن شاء الله هيكون لكم فرق قريب وإن شاء الله الحلول ستتوالى بعد كده عشان أبنائنا خارجي كلية السيدالة وكلية المحترمة اللي لها قيمة اللي هم ذات علم لازم نحفظ عليهم ولازم نستثمرهم ولكن في أماكن تضيف للاقتصاد البصري إن شاء الله ده حقيقة عايز أخذ كلمة منك يا بكتور ياسد أنا أحب أختم الحلقة وبشكر حضرتك طبعاً إن أنا أوجه رسالتين سريعاً على هذه الحلقة ولكن هنستكمل هذا الموضوع خصوصاً إن طبعاً معالي الأستاذ الدكتور مكرم رضوان قال لنا بشريات وأنا أشعر أن فيه تطور رهيب رهيب في ملف الصحة داخل المصر وملحوظ جداً لكل المتخصصين أنا عايز أقول رسالتين مهمين إن لا يمكن تحميل شباب الصيادلة بما تحملته دفعة 2018 على مدار سنتين فواتير ليس لهم زنب فيها دكتور مكرم رسالة تانية مناجدة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأب الراعي لنا كلنا والسيد رئيس المزراء أمامه الآن الملف اللي بيحدد مصير الـ 14 ألف وناش دليل مراجاة إنه يتم البت في الأمر ده وبعد كده لا يتم تكرار هذا الأمر مع الدفعات الصلاة أي أن كان القرارات اللي تتخذها القيادة الحكيمة في بلدنا إحنا موفقين عليها ولكن لازم يكون فيه مصرحة أكتر من اللي حصل معنا في الفترة جاء إن شاء الله أنا شاكر لك يا دكتور ياسر شاكر لك معالي الأستاذ الدكتور مكرم رضوان وعضو لجنة الصحاب مجلس النواب وعلى وعد باستكمال هذا الملف وعلى وعد لدفعة 2018 ودفعة 2019 إن انتوا هتكونوا في المكان اللي تستحقوه داخل هذه المنظومة وتكونوا أحد أبطال الموقف وأحد أبطال الجيش الأبيض إن شاء الله شاكر لحضراتكم وإن شاء الله نشوفكم تاني في قطار مصر